بسم الله الرحمن الرحيم Festival السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأبنائي وывайтесь وتأتي لله سنة ثلاثة سنة وأزايكم أي شباب ده الجزء الثالث من الوحده التمنى إحنا خلصنا الجزء الخامس حللنا فيه اسئلة كتاب المعاصر ال الكلمات وده ہے جزء اللي بنحل فيه علشان تستفيدوا أقصى درجة وأقصى استفادت و соответviamente أهم شيء ما تنساش تشير الفيديو لكل اصحابك لو انت بتستفيد من الفيديوهات دي علشان الفايدة توصل للجميع. ما تنساش كمان تشترك في القناة عشان تكمل معنا ان شاء الله لغاية الاخر. وما تنساش تسيب لايك وكومنت. واحنا تحت امرك ان شاء الله. في الوصفة هتلاقي روابط كل الاجزاء اللي فاتت وكل اليونتس من الواحد لسبعة وكل الامتحانات الالكترونية كل حاجة. هتلاقي كمان جروب سلواتس اب. هتلاقي البيج بتاعة الفيسبوك وصفحة شخصية كمان بتاع الفيسب انا عندي هنا وبعديها اللي هي العاقل الموظفين فانا محتاج بعد كده مصدر. القاعدة بتقول ايه? عشان افكرك تاني. انا شرحتها في الجزء التاني بالتفصيل. لو حابب تسمعها ممكن تلاقي الكلام ده في الوصف. الرابط. بس هقول لك انا حاجة. عندك عاقل المصدر. عاقل طول المصدر. غير عاقل تصريف تالت. الشكل بتاع هاب او جيت بيتغير على حسب الزمن. ما فيش مشكلة. انما يعني ممكن يبقى هاب ممكن يبقى هاد ممكن يبقى از هافنج ممكن يبقى كل ده تشكيلات مختلفة بس مهمة في القاعدة واحدة. هاب لو عاقل يبقى المصدر لو غير عاقل يبقى تصريف تالت. اما عاقل يبقى طول مصدر ولو غير عاقل يبقى طول مصدر. كويس. هنا انا عندي وبعدها عاقل الموظفين يبقى عايز طول مصدر. ننبر ايه. نمبر ايه. وبعدين غير عاقل اللي هو شع فبالتالي انا اختار لتصريف التالت اللي هو ايه كات. انا عندي هنا هاز اللي هو احد اشكال هاف. وبعدين مي اللي هو انا وده عاقل. فبالتالي هاف وعاقل يبقى المصدر لتر ايه اللي هو دو. دينا نوت لاستويك. دينا ايه الاسبوع اللي فات. خلي بالك لاستويك دي بتخليك على طول تستبعد اي و بي. ليه؟ لان ده جات مضارع وده هاز مضارع. يبقى افكر في سي اللي هي جات ودي اللي هي هاد. تعال بقى نشوف مين فيهم المزبوط. جات هيرهاوس تو ديكوريت المفروض ان جات. لما بيجي بعدها غير عاقل المفروض تصريف تالت. يبقى سي مش صح. طيب هاد هيرهاوس ديكوريت اه هاد غير عاقل تصريف تالت. اصل هاد او جات. لو يجي بعدهم غير عاقل لازم تصريف تالت. يبقى دي هي الاجابة الصحيح. نمبر فايف. علي جات هز كريدت كارد نوات. انا عندي جات. احد اشكال جات يعني اللي هو جات. وبعدين غير عاقل اللي هو الكريدت كارد. فانعايز تصريف تالت. تشينجد. نمبر سيكس. بعد النوات عندي سمون عاقل ثم طول مصدر يبقى عايز جات. لتربي. نمبر سيفن. ليه ما تصلحش موبايل لك بدلا منك تشتري واحد تاني. انا عندي هاف وبعدين موبايل اللي هو غير عاقل يبقى انا عايز تصريف تالت. يا جماع لما يبقى عندك هاف او جات بعديها غير عاقل يبقى تصريف تالت. نمبر 8. نمبر 8. We had a Carpenter not the broken window. هاد بعدها عاقل اللي هو الكاربنتر فبالتالي انعايز المصدر. My mother makes me not up my room on Fridays. على فكرة make زيها زي half بالزبط. make ولت زيهم زيهاف. انا كل قلت الكلام ده في الجزء التاني لو لسه ما سمعتوش يا ريت تسمعو. make ولت زيهم زيهاف. فبالتالي بيجي بعدها عاقل ثم المصدر. clean letter b. we نقط our neighbors to look after our garden while we were away. انا بعد النقط عندي our neighbors عاقل ثم طول مصدري. انا عايز get. احد اشكال get يعني. فبالتالي اختار letter b. got. we got the computer technical not the new software for us. انا عندي هنا got اللي هو احد اشكال get. وبعدين computer technical اللي هو فني الكمبيوتر وده عاقل. ثم طالما get. وعاقل يبقى tool مصدر letter a. we got the new software not for us. got. وبعدين software اللي هو غير عاقل. فبالتالي اختار التصريف الثالث letter d installed. thirteen. i not. i not two days ago. طيب. انا عندي هنا ago اولا بتخليني اعرف كويس جدا ان انا في زمن الماضي. يبقى انا عايز حاجة في الماضي. بس بالمناسبة مصدر كلهم ماضي. got and had and had and got. كلهم ماضي. كويس. خلينا نقرى واحدة واحدة بقى ونشوف الاخطاء فين. letter a بتقول got my bike fix. اكيد got او had لما بيجي بعدها غير عاقل بيبقى المفروض تصريف تالت و fix مش تصريف تالت فاي غلط. had my bike نفس الكلام. had المفروض my bike غير عاقل فبالتالي تصريف تالت. وطبعا two fix مش تصريف تالت فدي غلط. letter d got my bike fixin. برضو got بعدها غير عاقل المفروض تصريف تالت. وده مش line g ده مش تصريف تالت يبقى دي غلط. طب شوف c كده. had my bike fixed. ايوة. had وغير عاقل وتصريف تالت يبقى c هاليجا بس صحيح. number fourteen. after i had seen dr عمر i not. بعد ما شفت dr عمر i not. كويس. انا عندي هنا قاعدة معروفة جدا اللي هي after بعدها had وتصريف تالت ماضي تام ثم ماضي بسيط ده المفروض. طالما انا عندي هنا ماضي تام يبقى انا محتاج ماضي بسيط بعد الفصلة. في الجزء التاني بالجملة. يبقى انا محتاج ماضي. A ماضي. B ماضي. D ماضي. فبالتالي C بس هالي تالت بره اللي اختيارت. كويس. انا كده من الاستبعاد استبعدت رقم C. يا طبعا دي. اه اي ولا بي ولا دي هي اللي اجابة الصحيحة. بتعني اقرأة واحدة. ايه بتقول? didn't have my teeth checked. وطبعا. have بيجي بعدها غير عاقل اللي هو teeth. وبعدين checked. تصريف تالت. وده مش مضبوط هنا. فبالتالي ايه غلط. شوف بي. didn't have my teeth checking. برضو مش تصريف تالت. checking. فمش هينفع. طب شوف. didn't have my teeth checked. بالضبط. هي دي. didn't have. وغير عاقل. ثم التصريف التالت. يبقى دي هي الاختيار الصحيح. number 15. why don't you have a mechanic not at your car. ليه ما تخليش ميكانيكي يبص على عربيتك. هنا عندي have. وبعدين عاقل اللي هو الميكانيك. ثم المصدر لتربيه. 16. we should get. فادي. نوات us. some train tickets. get. بعدين فادي لعاقل. ثم تو المصدر to get. يبقى الاختيار الصحيح. to get letter c. 17. we have got. to get our neighbors not playing loud music. احنا لازم نخلي جرانا يبطل ويعزفه مزيكة عالية. كويس. هنا get. وبعدين our neighbors عاقل. يبقى تو المصدر to stop. 18. my boss allowed me not time off when my son was ill. خلي بالك allow and permit. زيهم زي جت. والكلام دا قلتو في الجزء الثاني. allow and permit. زيهم زي جت. بيجي بعدهم عاقل ثم تو المصدر يبقى الاختيار الصحيح. letter d to take. 19. we had our house not last week. last year. had. وبعدين غير عاقل. يبقى انا عايز تصريف تالت painted. number 20. she not that he wasn't tell anyone. كويس. هو اه انا بس عايز اركز هنا في الاربع جمل كويس فهبدأ من d. had him to promise. had him to promise. اكيد طبعا d مش هتنفع ليه? لان هاد بيجي بعدها عاقل ثم المصدر. وده مش حاصل هنا مش المصدر. طب شوف c. she promised to have. يعني ايه ملهاش معنى اصلا? هي المفروض عايزين نقول ان هي خلته يوعد ان مش هيقول لحد. اوكي? فc ملهاش معنى. b. had him promised. had بعدها عاقل المفروض المصدر. طب بص على ايه? had him promised. ايوه. had عاقل المصدر. يبقى ايه يا ليجا بصحيح. 21. wait her. i will have someone not your bags up to your room. have someone عاقل. يبقى المصدر take. c. the students got the teacher not their test until the following week. الطلاب خلوا المدرس يأجل لهم الامتحان لغاية الاسبوع اللي جاي. got. وبعدها عاقل. يبقى طول مصدر to postpone. postpone يعني ايه اجل. letter c. to postpone letter b. sorry. letter b. 23. you must not your doctor look at that cut on your arm. it's serious. لازم تخلي الدكتور بتاعك يبص على الجرح اللي في ايدك. اللي في دراعك. ده خطير. not وبعدها عاقل. ثم المصدر يبقى have. letter a. 24. عادي النقط. he made it himself. وعمله بنفسه. يبقى اكيد طبخ اللي عشاء بنفسه. في الماضي. عشان made. ماضي. فبالتالي ما خليش حد يطبخوله لانه made it himself. فبالتالي ما لهاش علاقة بقاعدة النهاردة قوي. هو طبخ. his dinner. letter b. هي اللي جابة الصحيحة. sometimes my friend not me borrow his car. sometimes my friend not me. me عاقل. بعد النقط عاقل. ثم المصدر. طب بالمفروض عاقل والمصدر يبقى have. ما عنديش have يا مستر. لا ما انا قلتلك من شوية ان make or let زيهم زي have بالزبط. make or let زيهم زي have بالزبط. يبقى انا اختار هنا let's. letter a. sama wants us to let her not her friend's birthday. let يا جماعة. بعدها her عاقل. يبقى المصدر زيها زي have بالزبط. letter c. attend. عمر was very ill. i got not to take three days of work. got بعدها عاقل. ثم طول مصدر. دي القعدة. فانا عندي هنا got بعدها نقط. ثم طول مصدر. يبقى انا عايز عاقل. طب مستر ما كلهم عاقل. اوكي ماشي. بس انا خليته هو اه ياخد تلاتة ايام اجازة. جعلته وهو. ينفع حضرتك تحط هو اللي هي هي في نص الجملة. اكيد لا. لان ده ضمير فاعل لا يأتي وسط الجملة. طب مال من ينفع هنا? got him. letter c. هي اللي جابة الصحيح. we need to not our our computer checked out four viruses. عندي not. وبعديها our computer اللي هو غير عاقل. ثم تصريف تالت. يبقى اكيد have. have our computer checked out. اوكي. مستر طب ما انت قلت انه let and make زيهم. زي have. اه. الكلام ده اه مع العقل. مع غير العقل لا. have or got. number 29. زمزم not her closest washed. she washes them by herself. هي غسلتهم بنفسها. طيب. زمزم ايه ما لابسها تغسلت. كويس. انا عايز عندي بعد النقط هنا. غير عاقل ثم تصريف تالت. يبقى اي have او اي get تنفع. بس معنى الجملة بيقول ايه? معنى الجملة بيقول ان هي غسلت الحاجات دي بنفسها. يبقى ما doesn't have منفية. doesn't have hair clauses. number 30. عندي بس حدا يقول طبو هاد انت ما تنفعش. لأ النفي بتاع have هنا هيبقى doesn't have. مش haven't. number 30. I was angry with Ali. he had not loved at by all our colleges. عافوا. I was angry with Ali. he had not loved at by all our colleges. هاد وبعديها نقط وبعديها تصريف تالت. المفروض انه انا هنا بعد هاد بيتكتب آآ مفعول به او غير عاقل. بس هنا مشكلة انه هو خلانا احنا يضحك علينا. فالمفعول به هنا ممكن يبقى عاقل لو احنا وقع علينا الفعل. وانا الكلام ده شرحته بالتفصيل في الجزء التاني. بمعنى ايه يا مستر? بمعنى ان المفروض انا قيل لك انه هاد بيجي بعدها غير عاقل ثم متصريف تالت. صح كده? فين اللي غير عاقل هنا? لا. هو غير عاقل دي بنسبة تسعين في المية وانا قلت الكلام ده في الجزء التاني من الحلقة. لكن ممكن يبقى عشرة في المية يبقى مفعول به عاقل. يعني احنا خلانا احنا يضحك علينا. احنا هنا المفعول به في الحلقة دي. مكان غير عاقل. فبالتالي انا عايز هنا مفعول به. مين هي ليتر دي. يبقى ليتر دي هي لجابة الصحيح. المدير بتاعي خلاني اشتغل اه كل يوم لسبوع اللي فات. عندي هنا بعد اه النقط. عندي عاقل. ثم المصدر. يبقى المفروض هاف. مين اللي ينفع مكان هاف? عندك لات ينفع مكان هاف وميك ينفع مكان هاف. اه طيب كويس. انا عندي هنا ميد. الماضي من ميك. لان الاسطويج في الماضي. بقى ميد هي لجابة صحيحة لتربيد. وين اي واز لاتل لما كنت صغير. مي بيرانتس اولويز. ميد زيها زي هاف في الظبط. ثم العاقل. ثم المصدر. اللي هي واك. لتر اي. نوات يور ميل بريبيرد بيفور يو وين تهم. هل خليت حدي جاهز لك الوجبة بتاعتك قبل ما تروح للبيت كويس. انا عندي هنا اه غير عاقل اللي هو الميل ثم تصريف التالت. فينفع هنا في الحالة دي يا اما هاف يا اما جت المشكلة في الزمن. لا مفيش مشكلة ولا حاجة. ما انا عندي بيفور. اهي. بيفور في النص. وبعدها ماضي بسيط. يبانا عايز هنا ماضي تان. ماضي تان اللي هو هاد والتصريف التالت بس في السؤال. يبانا عايز ماضي تان في السؤال. يبانا عايز ماضي تان في السؤال. يبانا هاد يو هاد. اللي هي اللي جابة الصحيحة. هو شخص مقنع جدا. هو اقنعني ان انا التحق بفريقه. بعدها نقط بعدها طول مصدر. فالمفروض هنا انا عايز عاقل. طبعا مستر ماشي ما كلهم عاقل. انت فانى مع بعض ان في الحالة دي المكان ده في نص الجملة يبقى لازم ضمير مفعول يا جماعة لما السؤال بيسألك عن ضمير في نص الجملة ايا كان هو اصلا فاعل ولا مفعول ولا ايه? المهم ان هو موجود فيه. مكانه في نص الجملة او في اخر الجملة يبقى لازم المفعول على طول مي لتربيه هي الايجابة الصحيحة. انا دفعت للنجار عشان يصلح لي الباب وده معناه ان انا خليت النجار هو اللي يصلح لي الباب. اي جوت ذا كاربينتر تو فاكس زا دور لترديه هي الايجابة الصحيحة. خليت المجار يصلح لي الباب. انا خليت الغدى بتاعي يطبخ وده معناه انه مش هنالة طبخت. اي حاجة فيها انا دي مش صح. لتربيه. حد شخص ما هو اللي طبخ الغدى علشان. انا خليت اخويا هو اللي يعملي تسوق. ده معناه ايه? تعالى نقرأ مع بعض. هل هو اي جوت ماي برادر انا خليت اخويا تدو ذا شوبينج انه يعملي الشوبينج اصحيح. جوت وبعدها اه عاقل ثم تول مصدر ينفع. اي جوت ماي برادر تو جو شوبينج ايوة ما هي هي بس تغير الفعل بدل دو شوبينج جو شوبينج تنفع. اي هاد دا شوبينج انا خليتي الشوبينج هو اللي يتعمل باي ماي برادر صحيح هاد غير عاقل تصريف تالت. فبالتالي اللي اختيارات التلاتة صح. اي و بي و سي فاختار دي عشان هي بتجمع التلاتة. اي انا عادة انا عادة ما بخليش حد ينضف للاغضة بتاعتي. ده معناه ان انا بنضف الاوضة دي دا بنفسي. انا بنضفها الواحدة ما خليش حد ينضف هاي. فلو بسيط على الاختيارات هتلاقي اللي هي اللي اجابة الصحيحة. انا دايما انا بنفسي انا بنضاف غرفتي. ميروم مش دوم. سما خليت حد اا يروي الزرع او يروي الزهور وده معناه ايه? طيب اا اا لو بسيط على الاربع اختيارات هتلاقي ان هي بنفسها ما مرويتش الزرع. مش كده. فبالتالي سما دي دينت واتر ذا فلاورز هرسلف. دي الاجابة الصحيحة. اللي هي ايه? سما دينت واتر. هي بنفسها ما مرويتش. لان خليت حد هو يروي الزرع. انا كتبت التقرير. فور عمر. علشان عمر انا كتبته لعمر. بعد ما هو بلغني بدك. ده معناه ان عمر ما كتبش. بس عمر خلاني انا كتبت له تقرير. لاتر بي. عمر هاد مي رايت ذا ريبورت. لاتر بي هي الايجابة الصحيح. فورتي وان. هل سألت اي حد او طلبت من اي حد ان يساعدك؟ ده معناه. اي سيد. لو بصنا على الاختيارات الاربع هنلاقي اني. هل انت خليت حد يساعدك؟ ما هي اسكي هنا طلبت منه ان يساعدك؟ يعني خليت حد يساعدك؟ يبقى لتر سي هي الايجابة الصحيحة. فورتي تو. مام جوت لين تو ست دا تابل فور لانش. ماما خلت لين هي اللي جاهز لنا التربيزة الغداء. ده معناه بص كده معي. لتر ايه بيقول? خليت التربيزة تتجهز. ودي فعلا بعدها غير عاقل ثم تصريف خليت. بي بتقول يبقى ايه تنفع? بي بتقول مام هاد لين تو ست. مينفعش هاد وبعدها عاقل تو المصدر. ده غلط. بص على سي. مام هاد لين ستينج. تعد التربيزة للغداء. هي حالة نادرة الحدوث بس عشان تبقى عارفها. انه ممكن ا ممكن بدل المصدر يبقى في فعل زين جي عشان تبقى بس معلومة عندك يعني. من الممكن ان يحدث ان هاد او جت يجي بعدها عاقل ثم الفعل زين جي. ايه ده? فعلا ما كان المصدر او طول مصدر ا. هي حالة نادرة. بس لازم تبقى عارف انها ممكن تحصل. فعلشان كده لو بصيتها تلاقي اني بختار ايه و سي مع بعض اللي هي لتر دي. دي حالة لازم تبقى فاهم انها قليلة بس بتحصل. فخليك فاهم انه ممكن مع هاد والعاقل ممكن مصدر او فعل زين جي. ممكن جت والعاقل طول مصدر او اي ني جي. هي تصحيحة. قليلة كمان كتاب المعاصر الى جالب كتاب جيم. احنا كده الحمد لله خلصنا الكتابين كتاب المعاصر وكتاب جيم على الوحدة التامنة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس. ما تنساش تيبي بتاعك. شوفكم من الحلقة الجاية. الى اللقاء.